السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخوكم منصور من موقع سوريلي شروحات الايفون والآيبود والآيباد عندنا هنا شرح طريقة تعمل جيل بريك غير مقيد على الآيباد 2 والآيباد 4S طبعا الجيل بريك هذا الإصدار الجديد اللي هو 5.0.1 5.0.1 في البداية نحمل برنامج الجيل بريك اسمه أبسنت تتحصلونه في الدسكريبشن تحت بعدما نحمله نضغ على البرنامج راح يفتح لنا مثل ما أنتم لاحظين هنا فتح لنا واجهة البرنامج ومكتوب جيل بريك طبعا نكون نخلي الآيباد أو الآيفون 4S يعني بدون أي باسكود أو بدون أي باسورد مثلا زي يقفل الشريحة زي يقفل نفس الآيباد تقفله برقم سري هذا لازم تشيلهم عشان يضبط مع كل جيل بريك نشبك الآيباد أو الآيفون بالكمبيوتر نضغط على جيل بريك هنا ترجمة نانسي قنقر 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 بيستارت ثلاثة المنساة بالكمبيوتر هنا بيطلع بلوك انيو ايفون 4S او ايباد لتبدأ بعد ما يفتح لنا الجهاز نفتحه نروح لاخر صفحة تشوفون السيديا مثل ما يموجودة طبعا يبدأ يستعد لفتح برنامج السيديا تشوفون السيديا تشوفون السيديا تشوفون السيديا يبدي يسوي عادة التشغيل نفتحه من جديد هذا شي طبيعي نضغط على يوزر مبروك عليكم الجيل بريك مثل ما هو موجود الجيل بريك كامل ما فيه أي شي وبكذا خلصنا شرح الجيل بريك للآيباد 2 أو الآيفون 4S أتمنى أن تضغطونا على سبسكرايب ولايك وشكرا على المتابعة وأي سؤال أو استفسار أنا تحتامركم كان معكم أخوكم منصور من موقع سوري لشرحات الآيفون والآيبود والآيباد أعطيكم العافية على المتابعة مع السلامة